موسيقى مشدنا في كل مكان اهلا بكم الى النشطة حولة اغسطة نقدمها لكم من قناة البلاد تبقى الاوضاع الجوية دائما مغشات مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة وبعض القطرات من الانطار على اغلب الولايات الشمالية الشرقية للوطن الاستقرار يميز دائما اغلب ولايات الجنوب نستهي صفحتنا الجوية كالمعتاد بسؤال القمر الاصناعي التي توضح اجواء من غائمة الى غائمة جزئيا على اغلب المدن الشمالية الغربية هذه السحب تتجه نحو المناطق الشمالية لاصحراء تبقى الاجواء من غائمة جزئيا الى غائمة بعض الاحيان باقصى الجنوب الجزائري نذهبكم مشاهدين مباشرة الى تفاصيل وضعية الجو المرتقبة لهذه الليلة ان شاء الله نرتقى دائما اجواء غائمة ومطرة مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة بالمدن السحلية الشرقية للوطن تبقى الاجواء من صفية لمغشة جزئيا بالمدن السحلية الوسطى الغربية تستحب تتجه نحو وسط وحتى بشرق الهضاب العليا مع المناطق السحوية ان شاء الله نرتقى بصفاء ميز اغلب ولايات جنوب باستثناء تمركز بعض غيوم التي تكون خفيفة وتكون بدون فعالية بمنطقة الصورة نذهب بكم الآن إلى درجات حرارة الجو المرتقبة لهذه الليلة ان شاء الله ستصل إلى حوالي 20 درجة وقور بالنسبة لمنطقة بجايعنا بسكي كده القلج جزائر عاصمة بومرداز تيبازة تفوت 20 درجة على منطقة البوليدة 19 درجة سجنة على وهران بنيساف تلمسان وتنس 13 درجة سجنة على منطقة باتنا تفوت 13 درجة على قسنتين سطيف 15 درجة كدهيك سجنة على منطقة الجلفة مرتفعات البيضة العامة مشرية حولي 23 درجة سجنة على منطقة الصورة بني عباس وصولا إلى تاغي 22 درجة سجنة على منطقة غردية 19 درجة سجنة بولغلا حسين سعود الود وإناميناس 25 درجة سجنة كدهيك على منطقة تندوف صحرة تنزروف ترقان أدرار وصولا إلى عين 18 درجة سجنة بمرتفعات الهوغارو تاسيلي 18 درجة بيقصى جنوب الجزائري وضعية تاجولي صباحة يوم الغد إن شاء الله تكون الأجواء كما نلاحظ غائمة تكون مرفقة بعض الأحيان ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة بين المدن الوسطى الغربية السحب تتجاه نحو أغلب ولايات الهضابة العليا تبقى الأجواء من مشمسة إلى شبه مغشات بالنسبة للمناطق الشمالية الشرقية للوطن تشكل بعض غيوم السفلة التي تزور تديجيا خلال الأمسية بالنسبة لمنطقة الصورة جنوب الغربي وحتى وسط الصحراء الصحراء مع تطاير الرمال محليا تبقى الأجواء من مشمسة تماما بأقصى الجنوب الجزائري نذهب بكم الآن إلى درجات حارة تجول مرتقبة لصبيحة يوم الغد إن شاء الله ستصل لحوالي 22 درجة بنسبة لمنطقة بجيانا بس كيكدال قلة 23 درجة سجلت على الجزائر العاصمة بومردس تيبازا وبول البوليدا 20 درجة سجلت بكل من منطقة وهران مصغن بني صفتنس وحتى على منطقة البيض نعم مشرية الجلفة خنشلة وبتنا تفوت 29 درجة على منطقة لاقسنطينا وحتى بمنطقة سطيف برج بوري ريج 25 درجة سجلت على منطقة قلمة ورقلا حسيم سعود الواد وإينا مينة 26 درجة إلى 25 درجة سجلت على الخطة الرابط ما بين منطقة غرداية تغيط بنعباس الصورة وحتى بالبلد 20 درجة بيتيندوف 29 درجة سجلت بسحارة تنزل في ترقان عين صالح 20 درجة بيريزي والجنة و20 درجة سجلت بأقصى جنوب الجزائري ببرج برج مختار وعين قزام مباشرة إلى وضعية البحر يكون قليل الاستراب على أغلب السواحل الوسطى وهذا وفي قريح جنوبية غربية تصل سرعتها من 4 إلى 14 كيلومتر في الساعة أما عن السواحل الشرقية وحتى الغربية يكون البحر هادئ ومحتدل وهذا وفي قريح الجنوبية غربية تصل سرعتها من 4 إلى 7 كيلومتر في الساعة مشاهدين نفترق بكم كالمحتاد بورقة المعلومات الفلاكية التي تخص الجزائر العاصمة وما جوارها لشروق غروب الشمس إن شاء الله شروق الشمس يوم الغد سيكون في حدود الساعة السابعة ودقيقتين الغروب سيكون في حدود الساعة السادسة ودقيقة كذلك مشاهدين بهذا نصبكم إلى ختم نشعة الجوية الليلية طبت وقتكم في أمان الله اشتركوا في القناة